Introduction to Hemostatic Disorders مقدمة في الطرابات التخثر تخثر الدم هو عملية معقدة يقوم خلالها الدم بتكوين جلطات، وهي تجمعات دموية متماسكة تمنع نزيف الدم، كما أنه يعد أحد العوامل المهمة في عملية الإرقاء. تحدث الطرابات التخثر أو التجلط عندما لا يكون الجسم قادراً على تكوين كميات كافية من البروتينات اللازمة للمساعدة على تجلط الدم وإيقاف النزف، وتدعى هذه البروتينات عوامل التخثر أو التجلط، وتتكون جميع عوامل التخثر في الكبد، ويحتاج الكبد إلى الفيتامين كي لتصنيع بعض هذه العوامل. عدم قدرة الجسم على تكوين الجلطات قد يكون خطيراً، فهو السبب الرئيسي في حدوث حالات النزف المفرط. وأهم أسباب الإصابة بالنزيف هي نقص كميات الصفائح الدموية أو تكونها بشكل غير سليم، ونقص عوامل التجلط بروتينات الدم أو الإصابة بمشاكل أخرى تتعلق بالأوعية الدموية. يمكن أن تكون الطرابات التخثر وراثية أو ناجمة عن الطراب آخر مكتسبة. الطرابات التخثر الوراثية من أكثر الاضطرابات الوراثية المعروفة هو مرض الهيموفيليا، وهي حالة مرضية وراثية تسبب خللاً في الجسم، وتمنعه من السيطرة على عملية تخثر الدم. هذا المرض نادر الحدوث نسبياً، وهو غالباً ما يصب الذكور، وكذلك مرض فون وليبراند، وهو مرض وراثي يكون المصاب به أكثر عرضة للنزيف عن غيره، ويعتبر أكثر الأمراض الوراثية المسببة لزيادة سيولة الدم انتشاراً، وينتج المرض عن نقص أو خلل في عامل فون وليبراند، الذي يلعب دوراً مهماً في عملية تخثر الدم، وهذا المرض سبب آخر للنزيف الناتج عن وجود خلل في تجلط الدم، ويصيب كلا الجنسين. تحدث أيضاً هذه الاضطرابات نتيجة نقص أو عيب في الصفائح الدموية، والتي تعتبر السبب الأكثر شيوعاً للاضطراب التخثر. اضطرابات التخثر المكتسبة تعد اضطرابات التخثر المكتسبة أكثر تعقيداً من الاضطرابات الوراثية، وتختلف عنها حيث إن هذه الاضطرابات تحدث نتيجة عوامل متعددة، مثل نقص الصفائحات، وخالل وظيفتها، إضافة إلى وجود مثبتات غير طبيعية للتخثر والاضطرابات الوعائية. لا يعاني المرضى المصابون بالاضطرابات التخثر المكتسبة من شدة النزيف. وعند حدوث النزيف في بعض الحالات، غالباً ما يكون أقل شدة من الاضطرابات الوراثية مع بعض الاستثناءات. الأعراض Symptoms قد تظهر أعراض الطرابات التخثر إذا تعرض الشخص لنزيف قوي وكبير. وأهم هذه الأعراض نزيف من الأنسجة الكدم بسهولة نزيف من الأنف زيادة الدورة الشهرية في الأنثى ترجمة نانسي قنقر